تقدم آخر للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتحرير معسكر دفاع الجوي في الجهة الشمالية الغربية من مدينة تعز معارك ضارية دارت هنا خاضها أفراد الجيش والمقاومة بعد محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الانقلابية تمكنت من إفشالها نحن هنا اليوم بالدفاع القوي بالأمس كان الميليشيات الحوطية المقلوعة صالح شنوا هجوما كاسحا على الجيش الوطني وشعب المقامة لكن نحن صدينا هذا الهجوم وسيطرنا على الدفاع القوي بالكامل جبل الوعش وشارعي الخمسين وستين حولتهم الميليشيات ثكانات عسكرية تتمركز فيها عناصرها بينما يطل عليها هذا الجبل الاستراتيجي الهام الذي يبدو جزءا مهما من مسرح المعركة لذا تطلب تأمينه بشكل كامل كما باشرت الفرق الهندسية بنزع الألغام تم تحرير الدفاع القوي من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والآن نقوم بالفرق الهندسية بتمشيط الدفاع القوي من الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات من بعيد تحاول الميليشيات تسجيل حضورها ببعض الأعيرة النارية التي تسمع في الأرجاء بينما تجد قوات الجيش في نفس المهمة التصدي لها فالخيار هنا وكما يبدو تخليص المدينة نهائيا من الميليشيات تحرير قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمعسكر الدفاع الجوي عمل عسكري ينقل المعركة إلى شارع الخمسين لقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الإنقلابية فيما تحتدم المعارك شرق المدينة وغربها حمزة أمين قناة بالقيس من معسكر الدفاع الجوي في مدينة تعز